التفاسير القرآنية ولد الإمام البقاعي سنة ثمانمائة وتسع للهجرة بقرية خربت روحا في البقاع ونشأ فيها انبر الإمام البقاعي لطلب العلم منذ نعومة أظهاره فحفظ القرآن الكريم وتلقى علومه الأولية على مشايخ بلدته ثم ارتحل إلى دمشق فدرس على كبار علماء الشام القراءات والتفسير والحديث والفقه واللغة العربية ثم توجه إلى بيت المقدس وقابل علماءها شارك الإمام البقاعي في العديد من المعارك ضد الصليبيين وكانت حياته موزعة بين العلم والتدريس والبحث والتصنيف والجهاد في سبيل الله ألف الإمام البقاعي العديد من الكتب تقارب خمسين كتابا من أبرزها مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ومختصر في السيرة النبوية والثلاثة الخلفاء والنكة الوفية بما في شرح الألفية شرح على ألفية الحديث للعراقي توفي الإمام البقاعي رحمه الله تعالى بدمشق سنة ثمانمائة وخمس وثمانين للهجرة منهجه في التفسير يعد كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور من كتب التفسير الجليلة والمصنفات عالية القيمة وضع فيه الإمام البقاعي علما لم يسبقه إليه أحد فذكر فيه مناسبات ترتيب السور والآيات وأطال فيها التدبر وأنعم فيها التفكر وقدم فيها تحليلات بديعة فريدة حيث أوضح فيه الإمام البقاعي التناسب المعنوي بين السور القرآنية من جهة وبين الآيات داخل السورة الواحدة من جهة أخرى بحيث تبدو وحدة متناسقة متناسبة مترابطة كما اعتنى الإمام البقاعي بإبراز جانب الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم مع اهتمامه بمسائل علم المعاني وعنايته بإدراك الوجوه البلاغية ولا يخلو الكتاب من تكلف في استخراج بعض المناسبات وإبعاد عن المعنى الأصلي المراد يوصله أحيانا إلى حد الغموط وقد أنضى الإمام البقاعي في تأليف كتابه نظم الدرر قرابة أربعة عشر عاما حيث بدأ في تأليفه عام ثمانمائة وواحد وستين للهجرة وانتهى منه عام ثمانمائة وخمسة وسبعين للهجرة التفاسير القرآنية التفاسير القرآنية ترجمة نانسي قنقر